بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبنات طالبات الطالبات الصف السادس الابتدائي وحلقة جديدة من مدرسة على الهوى ومادة إلاله النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض درس سنيوكسيد الكربون ابتدنا في الحلقة اللي فاتت وعرفنا إن غال سنيوكسيد الكربون نسبته صويرة جدا 3% في المية ورغم صغارها لا تستمر الحياة بدونها من غيرها ما فيش حياة على سطح الأرض لأنها بتستخدمها النباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي بتنتج من خلالها الغذاء وبيتصاعد غاز الأكسوجين اللي لازم لعملية التنفس يبقى الكائنات الحياة لا تستطيع الحياة بدون سنيوكسيد الكربون لأنه عن طريقه بينتج غاز الأكسوجين اللي لازم لعملية التنفس وإيه كمان بيبقى بيتوفر الغذاء للكائنات الحية طيب سنيوكسيد الكربون قلنا له أضرار ولو منافع طبعا المنافع بتاعته خلاص قلناه طيب أضرار سنيوكسيد الكربون أنه بيسبب اختناق للكائنات الحية عند زيادة نسبته وكمان بيكون السبب فيه ظاهرة الاحتباس الحراري يعني ايه احتباس حراري؟ يعني ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض خلاص؟ طيب عرفنا كمان المصادر بتاعته اللي هي كانت احتراق المواد العضوية وتنفس الكائنات الحية والعوادم اللي بتخرج من وسائل المواصلة بيتم الكشف عن سنيوكسيد الكربون إزاي؟ بيتم الكشف عنه باستخدام ماء الجير الرائق ليه ماء الجير الرائق؟ لأن ماء الجير الرائق عند مرور غاز سنيوكسيد الكربون فيه بيحدث له تعقر بيتعقر ماء الجير ده بيبقى ماء رائق مية ريئة نظيفة أول ما بيمر فيه سنيوكسيد الكربون بيحدث زي رواسب بيضاء لونها أبيض وبتبقى عالقة في ماء الجير ولا تزوب في الماء فبتسبب العقارة تعقر ماء الجير طيب نشوف بقى بنكشف عن سنيوكسيد الكربون ليه؟ وليه بتحدث تعقر ماء الجير طيب الكيف نكشف عن سنيوكسيد الكربون؟ طبعا باستخدام ماء الجير الرائق بنجد عند مرور سنيوكسيد الكربون في ماء الجير بيحدث التعقر طيب ليه بقى؟ ليه بيحدث تعقر؟ لو جالي سؤال هنا كده قال لي علل بيحدث التعقر عند مرور سنيوكسيد الكربون في ماء الجير الرائق الإجابة هنا سنة ستة ماء الجير الرائق هو عبارة عن هيدروكسيد الكالسيوم يبقى ماء الجير ده مادة كيميائية اسمها هيدروكسيد الكالسيوم عند امرار غاز ساني اكسيد الكربون فيه بتتكون مادة كربونات الكالسيوم تاني يبقى ماء الجير الرائق مادة كيميائية اسمها هيدروكسيد الكالسيوم لما بيمر فيه غاز ساني اكسيد الكربون بيحصل تفاعل ما بين غاز ساني اكسيد الكربون ومادة هيدروكسيد الكالسيوم بينتج عن التفاعل ده مادة جديدة اسمها كربونات الكالسيوم كربونات الكالسيوم دي مادة بيضاء لا تزوب في الماء بتبقى موجودة في مية الجير تمام؟ ودي اللي بتسبب تعكر ماء الجير الرق يبقى عند تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو مية الجير مع غاز سانيوكسيد الكربون اللي بيمر فيه بتتكون مادة كربونات الكالسيوم التي لا تزوب في الماء فتسبب التعكر ويظهر راسب أبيض خفيف الراسب الأبيض ده من مادة ايه؟ من كربونات الكالسيوم تمام؟ طيب دلوقتي هنحضر غاز سانيوكسيد الكربون في المعمل تحضير غاز سانيوكسيد الكربون في المعمل من أدوات المعمل هنكون الجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا ده تمام؟ لكن في الأول بنحضر القرورة وبنضع فيها مصحوق كربونات الكالسيوم يبقى بنجيب القرورة اللي هي الزجاجة المستديرة دي وبنضع فيها مصحوق كربونات الكالسيوم وبعدين وبنسدها بسدادة لها فتحتين فتحة بنضع فيها قمع والفتحة التانية بنضع فيها أنبوب التوصيل بزي ما احنا شايفين كده والأنبوب التوصيل دي بتصل إلى مخبار فارغ يبقى ده مخبار فاضي طيب من القمع ده بنضع قطرات من حمض الهايدروكلوريك المخفف بنضع بعض قطرات من حمض الهايدروكلوريك المخفف على كربونات الكالسيوم اللي موجودة جوه القرور بيحدث تفاعل كيميائي ما بين حمض الهايدروكلوريك ومادة كربونات الكالسيوم بينتج عنها ايه غاز ساني اكسيد الكربون بيروح فين غاز ساني اكسيد الكربون بيصعد في الأنبوب التوصيل إلى المخبار الفاضي طيب المخبار الفاضي ده في ايه في هوا يبقى احنا هنا اتكون عندي ساني اكسيد الكربون طيب فيه ساني اكسيد الكربون وهوى بيجمع ازاي ساني اكسيد الكربون ساني اكسيد الكربون بيجمع بازاحة الهواء لأعلى بيجمع بازاحة الهواء لأعلى تمام يبقى ده تحضير غاز ساني اكسيد الكربون في المعمل ونخلي بالنا من رسم الجهاز المصدم في تحضير ساني اكسيد الكربون في المعمل من وضع البيانات عليه يعني القرورة دي فيها ايه يبقى فيها مسحوق كربونات الكالسيو طيب القومة في ايه في حمضة هيدروكلوريك مخفف واللي بيخرج عندي في المخبار هو غاز ساني اكسيد الكربون طيب يبقى ده تحضير ساني اكسيد الكربون في المعمل قلت هنا بيحضر بتفاعل حمض الهايدروكلوريك المخفف مع كربونات الكالسيو بينتج ساني اكسيد الكربون بيجمع بازاحة الهواء لاعلى لانه اسقل من الهواء الجوي ساني اكسيد الكربون اسقل من الهواء الجوي فالهواء مش هيتركه لأعلى هيعمل ايه هو هيزيح الهواء لاعلى يعني هيزيح الهواء لاعلى وهو بيبقى في اسفل المخبار يبقى نخلي بنا برضو من طريقة الجمع يبقى ساني اكسيد الكربون بيجمع في الهواء بيجمع بالهواء ازاي بازاحة الهواء لاعلى ليه؟ لأنه أسقل من الهواء الحاجة التقيلة دايما هي اللي بتسقط لأسفل يبقى ساني أكسيد الكربون أسقل من الهواء فبيزيح الهواء لأعلى ويبقى هو في أسفل المخبار طيب ده كان تحضير ساني أكسيد الكربون نشوف بقى خصائص ساني أكسيد الكربون ايه صفات ساني أكسيد الكربون ايه الخصائص بتاعته رقم واحد ساني أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائح يبقى غاز ساني أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون وعديم الرائح طيب الجزء ده سنة ستة بيسمى هنا غاز ساني أكسيد الكربون القاتل الصامت القاتل الصامت ليه؟ احنا عارفين ان ساني أكسيد الكربون لما نثبته بالزيد في الهواء بيسبب اختناق للكائنات الحي طيب نثبته بالزيد في الهواء ومحدش بيشعر به لأنه عديم اللون وعديم الرائح يعني ملوش رائحة مميزة الناس تقدر تميز ان فيه زيادة في نسبته في المكان اللي احنا موجودين فيه او لو لون معين نقدر برضو نعرف منه ان غاز ساني أكسيد الكربون زاد في المكان اللي احنا موجودين فيه طيب يبقى نثبته بتزيد واحنا ما بنعرفش لأنه غاز عديم اللون وعديم الرائح ممكن نسبته تزيد في المكان اللي متوجد فيه الكائنات الحية او موجود فيه الناس يعني فبيسبب ايه بيسبب اختناق يبقى بيسمى القاتل الصامت ليه لأن عنده زيادة نسبته لا يشعر به الانسان لأنه غاز عديم اللون وعديم الرائح تمام طيب نشوف بقى الخصائص بتاعتي قلنا ايه احنا جمعنا ساني أكسيد الكربون بازاحة الهواء لاعلى ليه لأنه اصقل من الهواء يبقى دي تاني خاصية لغاز ساني أكسيد الكربون انه اصقل من الهواء لذلك يجمع بازاحة الهواء لاعلى طيب رقم ثلاثة ساني أكسيد الكربون يزوب في الماء ساني أكسيد الكربون بيدوب في الماء لذلك لا يجمع باستخدام الماء فاكرين في غاز الاكسوجين كنا بنجمعه بإيه بإزاحة الماء لأسفل طب ساني أكسيد الكربون ينفع أننا أجمعه بالماء برضو أحطه في المخبار دمية لا لأن غاز ساني أكسيد الكربون يزوب في الماء ساني أكسيد الكربون يزوب في الماء لذلك لا يجمع بإزاحة الماء لأعلى أو لأسفل أو ما بيستخدمش الماء خالص في جمع ساني أكسيد الكربون طيب الخاصية اللي بعد كده لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل يعني لو جبنا مخبار من المعمل محضرين فيه ثاني اكسيد الكربون ووضعت شزيع مشتعلة ووضعت عود كابريت المشتعل ايه اللي حيحصل حلا يعود الكابريت بينطفي طيب بينطفي ليه لان غاز ثاني اكسيد الكربون لا يساعد على الاشتعل ابسط مثال انت لو معك شمعة او معك عود كابريت بتعمل ايه لما بتنفخ فيها بينطفي طيب ليه بينطفي لان هواء الزفير الخارج من جسم الانسان بيحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون طيب يبقى هنا غاز ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل طيب ايه كمان عند وضع شريط من الماغنيسيوم المشتعل في مخبار بيحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون بيحدث ايه ايه اللي بيحصل فاكرين في غاز الاكسوجين لما كنا بنضع شريط الماغنيسيوم المشتعل في مخبار مملوء بالاكسوجين كان بيتكون عندي مصحوق ابيض من اكسيد الماغنيسيوم طيب لو انا بدلت المخبار بقى حاجيب شريط الماغنيسيوم المشتعل ده بس حضع ثاني اكسيد الكربون في المخبار تفتكروا هيحصل ايه برضو حيتكون مصحوق ابيض من اكسيد الماغنيسيوم وايه كمان حتترصب مادة سوداء على جدار المخبار تاني طيب نشوفها بقى دي بتبقى ازاي قلت عندي هنا لو انا جبت انبوب اختبار او مخبار حاملاقوا هنا كده بغاز ثاني اكسيد الكربون طيب غاز ثاني اكسيد الكربون قلنا الرمز بتاعه ايه بقى سي او تول طيب حنضع هنا شريط من الماغنيسيوم المشتعل حنضع شريط من الماغنيسيوم المشتعل شريط الماغنيسيوم المشتعل عند وضعه في غاز ثاني اكسيد الكربون بيحصل ايه بيحصل عندي بتتكون مسحوق ابيض من اكسيد الماغنيسيوم وبتترسب مادة سوداء على جدار المخبار من مادة الكربون بترسب مادة سوداء على جدار المخبار اللي هو ايه الكربون مادة الكربون طيب غاز ثاني اكسيد الكربون بيتفاعل مع هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد السوديوم المركزة هيدروكسيد السوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم بيعملوا على امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون يبقى عند وجود هيدروكسيد البوتاسيوم او هيدروكسيد السوديوم في انبوبة مملوقة بغاز ثاني اكسيد الكربون هيدروكسيد الماغنيسيوم او هيدروكسيد البوتاسيوم بيمتص غاز ثاني اكسيد الكربون بيمتص غاز ثاني اكسيد الكربون لانه بيتفاعل معه طيب ايه كمان بقى يبقى اللي فات شفنا فيه خصائص ساني اكسيد الكربون طيب خصائص ساني اكسيد الكربون تاني كانت ايه قلنا ساني اكسيد الكربون غاز عديم اللون والطعم ايه عديم اللون والرائحة بيزوب في الماء اصقل من الهواء لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال بيتفاعل مع هيدروكسيد البوتاسيوم او هيدروكسيد السوديوم المركز والسوديوم بيعملوا على امتصاصه وبيتفاعل مع شريط الماغنيسيوم المشتعل وبيتكون عندي ماديتين مادة بيضاء من اكسيد الماغنيسيوم ومادة سوداء بتترسب على جدار المخبار وبتبقى من مادة الكربون طيب اهمية ساني اكسيد الكربون ايه ابقى أهمية ثاني أكسيد الكربون بنستخدمه في إيه رقم واحد بيستخدم ثاني أكسيد الكربون في صناعة الثلج الجاف المستخدم في التبريد طيب بالضغط والتبريد بيتحول غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل ثم بتقليل الضغط بيتكون الثلج الجاف طيب إيه بقى الثلج الجاف وبيتعمل إزاي اللي إحنا كنت بينه رقم واحد بيستخدم ثاني أكسيد الكربون في صناعة الثلج الجاف بيصنع التلج الجاف ازاي بيحضر الثاني اكسيد الكربوني الغاز وبالضغط والتبريد بيوضع تحت تأثير ضغط وتبريد شديد جدا فبيتحول لغاز طيب بتقليل الضغط لما بيتحول بقى الغاز ده لسائل بالضغط والتبريد الشديدين بنبتدي نقلل الضغط فبيتحول السائل الى مادة صلبة اللي هي اسمها السلج الجاف طيب السلج الجاف ده لما بيحصل له عملية انصهار بيتحول لسائل تاني ما بيمرش بمرحلة السائل التلج يعني بيبقى مادة صلبة لما بيحصل له انصهار بيتحول لغاز ما بيمرش بمرحلة السائل تاني تمام يبقى بيستخدم ثاني اكسيد الكربون في صناعة السلج الجاف وده بيستخدم في التبريد طيب ده شكل التلج هو ده مكعب من التلج الجاف بصوا بيتحول الى ايه بيتحول الى غاز على طول احنا معروف ان المادة الصلبة لما بيحصلها انسهار بتتحول لسائل لا التلج الجاف بيتحول الى غاز مباشرة طيب بيستخدم في اطفاء بعض الحرائق لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون بيستخدم في اطفاء الحرائق لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل ودي بتيجي علم بيستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون في صناعة مدفقة الحرائق اهي دي كده يبقى مدفقة الحرائق دي بيستخدم في صناعتها او من داخلها من ضمن مكوناتها غاز ثاني اكسيد الكربون طيب ليه بيستخدم في صناعة مدفقة الحرائق لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل طيب بس عايزة اعرف ولده ان المدفاقة دي هي جواها ما فيش ساني اكسيد الكربون هي فيها مواد كيميائية عندها اختلاطهم مع بعضهم بيتفعلهم معنا وبينتج عندي غاز ساني اكسيد الكربون خلاص طيب بيستخدم في صناعة المياه الغازية يبقى ساني اكسيد الكربون بيستخدم في صناعة المياه الغازية طيب طيب رقم ثلاثة بيدخل غاز ساني اكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات الخضراء لتكوين المواد الغذائية ويتصاعد غاز الأكسوجين يبقى ثاني أكسيد الكربون من العناصر الهمة جدا للحياة تاني وبكررها تاني لأنه بيدخل في عملية البناء الضوء التي تقوم بها النباتات الخضراء لتكوين المواد الغذائية وبيتصاعد غاز الأكسوجين طيب ايه كمان اللي عنده إضافة الخميرة إلى العجيل تحدث عملية التخمر التي ينتج عنها غاز ساني أكسيد الكربون الذي يتمدد بالحرارة فيجعل الخبز مساميا مستساغ الطعب طيب ايه ده بقى وده برضو سؤال مهم جدا بيجي عندي في علل يقول لي علل إضافة الخميرة إلى العجيل ليه لما في المخبز أو عند محلات الحلواني لما بيعملوا المخبزات بيدفولها خميرة الخميرة بتعمل ايه سنة ستة؟ قال عنده تخمر العجيل الخميرة دي لما بتتفاعل مع العجيل بينتج عنها غاز ساني أكسيد الكربون طيب يبقى عنده أثناء عملية التخمر بينتج غاز ساني أكسيد الكربون يبقى الخميرة اللي احنا بنضفها للعجيل دي أثناء التخمر بينتج عنها غاز ساني أكسيد الكربون طيب علشان كده بنلاقي العجيل قدي العجيل هو عنده اختماره بيعمل ايه؟ بنلاقيه زاد حجمه زاد طيب لما بيدخل العجيل ده بقى في الفرن علشان يستوي ايه اللي بيحصل؟ اللي بفعل حرارة درجة الحرارة أو الحرارة العالية بيتمدد غاز ساني أكسيد الكربون طيب لما بيتمدد الغاز بيعمل ايه؟ بينفخ المخبوزات زي ما احنا شايفين كده بيجعلها مسامية بيبقى فيها مسامات وبيجعلها ايه؟ مستساغة الطعب يبقى ده دي كانت استخدامات غاز ساني أكسيد الكربون يبقى غاز ساني أكسيد الكربون بيستخدم فيه نقول تاني بيستخدم في ايه؟ رقم واحد في صناعة التلج الجاف صناعة التلج الجاف بيستخدم في عمليات التبريد بيستخدم في صناعة المتفاقة الحريق لان ساني أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل بتستخدمه النباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي لانتاج المواد الغذائية وانتاج غاز الأكسوجين اللازم لعملية التنفس بيستخدم في صناعة المياه الغازية بيستخدم في ايه كمان؟ بيستخدم في المغبوزات ازاي بيستخدم في المغبوزات؟ باضافة الخميرة الى العجين طيب ايه اللي بيحصل؟ اثناء عملية التخمر بينتج غاز ساني أكسيد الكربون بفعل الحرارة عند دخوله لدرجة الحرارة يعني للفرن بيتمدد غاز ساني أكسيد الكربون ويجعل الخبز مساميا مستساغ الطعم خلاص ده كانت الموظم اللي الدرس عندنا فيه ساني أكسيد الكربون يبقى ساني أكسيد الكربون اهم حاجة نعرفها فيه طريقة التحضير نعرف فيه نسبته ونعرف فيه كمان الاستخدامات والخصاص تمام؟ ده كانت ده ساني أكسيد الكربون طيب ساني أكسيد الكربون بقى ايه الاهم الاسئلة اللي ممكن تجيني فيه؟ ايه اهم الاسئلة اللي ممكن تجيني على درس ساني أكسيد الكربون خلاص يقولي رقم واحد النسبة بتاعته نسبة ساني أكسيد الكربون زي ما احنا عرفنا ان هي 3% من الهواء الجو يعني نسبة صغيرة جدا طيب كيف يحضر غاز ساني أكسيد الكربون في المعمل؟ يبقى ساني أكسيد الكربون بيحضر في المعمل بتفاعل كيميائي بين كربونات الكالسيوم وحمد الهيدروكلوريك المخفف كربونات الكالسيوم وحمد الهيدروكلوريك المخفف بيحدث تفاعل كيميائي وينتج عنه غاز ساني أكسيد الكربون طيب ايه خصائص ساني أكسيد الكربون؟ قال رقم واحد غاز عديم اللون والرائح لذلك بيسمى بالقاتل الصمت طيب ليه بيسمى بالقاتل الصمت؟ قالت لان عند زيادة نسبة ساني أكسيد الكربون بيحدث اختناق او بيسبب اختناق للكائنات الحية تمام؟ وطبعا الكائنات الحية ما بتقدرش اتميزه لان ليس له لون او رائحة ملوش لون مميز ولا رائحة مميزة نعرف بيها ان نسبته زادت في الهواء الجو طيب يزوب في الماء وبيجيني هنا سؤال مهم جدا يقول لي حلل لا يستخدم الماء في جمع غاز ساني أكسيد الكربون حوله لان ساني أكسيد الكربون يزوب في الماء طيب ساني أكسيد الكربون أسقل من الهواء خلاص طيب ايه كمان بتفاعل مع او ماذا يحدث اذا ديني سؤال يقول لي ماذا يحدث اذا عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل في مخبار مملوء بساني أكسيد الكربون حول بتتكون مادة بيضاء او رسب ابيض من أكسيد الماغنسيوم وتتكون مادة سوداء تترسب على جدار المخبار والمادة دي اسمها ايه مادة الكربون خلاص دي كانت ده كان درس ساني أكسيد الكربون ودي كانت اهميته واستخداماته والخصائص بتاعته لحد هنا سنة 6 ووقتنا خلص ان شاء الله نكملين مع بعض البيت الوحدة المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته